أهلاً وسهلاً بكم بقناة أستاذ علي محاضرة اليوم راح تكون عن مادة النحو للمرحلة الأولى كتاب رابد ريفيو في لسن 3 صفحة 31 موضوع اليوم هو إننا كيفية الإجابة على الأسئلة بالـ WH-Questions نعرف الـ WHO تستخدم للسؤال عن العاقل والـ WHAT للسؤال عن الأشياء هذا اللي أخذناها مع بعض فلما نجي للنقطة الأولى اللي هي هذه من اللي جاي يصنع الخردة من اللي جاي يجهز أو ينهي الحلويات هو باتي من اللي جاي يستمع للمحاضرة الآن ستونينت الطلاب أو ليرنرز المتعلمين أوكي What is happening at the counter شنو جاي يصير على الطابور الموجود حالياً أو A boy is ordering a Sunday أوكي A boy is ordering a Sunday أوكي فهذا الشغلة الموجودة المستخدمة هو كيفية الإجابة عن الأسئلة بالـ WH-Questions أبسط منها ماكو كل السؤالة نجي لـ 11 اللي هو بي information pattern question pattern B أوكي الـ WH-Question وعدنا استخدام الـ B اللي هو is و R و I'm What للسؤال عن الأشياء Where عن المكان و What و What أكيد عن الأشياء What is Betty doing أوكي What are you doing أنت شنو جاي يسوي حالياً Eating Studying Playing Running و هكذا What or where is she eating لما تسال عن where لازم تجاوب من المكان In the cafeteria In the restaurant In the room In the hospital مثلاً At work و هكذا What is The thin lady doing شنو جاي يسوي حالياً لأن الأمرأة النحيفة Picking out a salad Or waiting for the order تنتظر الطلب مالته تقدر تجاوب حسب موقف الجملة What are many students doing شنو جاي يسوون عديد من الطلاب Waiting Studying Reading Going Coming تقدر تقول كل هذا الأشياء حسب الموقف بالتوفيقكم إن شاء الله أتمنى تستواعدون من هذه المحاضرة و رح أكمل الجزء الثاني في المحاضرة الثانية كل التوفيق